أستاذ محمود للتحسين أو كيفية التحسين في ظل حالة الإجهاد الشديدة بلا الشديدة عشان برضو بيقولك أنت بتكبر المواضيع في ظل حالة الإجهاد اللي موجودة في النادي الأهل أقولي طيب معرف كل ما أقول كلمة بارح أنا بيقول لجمعنا أنا رأيي أنا بقول الله يا أستاذ عساق أنا بقول أنا رأيي من المصر ده يتأجل في مصلحة الأهلي وفي مصلحة كل الفرق اللي بتلعب في أفريقيا كل مطشاتهم تؤجل النهاردة وفي مصلحة منتخب مصر لأن أنت كده معناها أنت لعبت السبت اللي فاتل هتلعب السبت اللي جاي بس وهتلعب السبت اللي بعده وبالتالي أسبوع 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 هتتخش على يوم 25 وأنت عندك يعني رفاهية أن إحنا تختاري الاختيارات اللي أنت عايزها كمدير فني دي كانت وجهة نظري لا بس يا كابتن لجزئية تأجيل ومش تأجيل أنا شايف أنه خلاص يعني وكان من الأساس لا 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 خلاص أنا أخد وجهة نظر أنا أخد وجهة نظر اللي أنت عارفها وأصل أهلي مش عاوز ذيهاب البرامتز وكأنه مثلا أن برامتز يعني أتحول إلى لا تحول إلى عقدة لأنه آه أه أه يا دي النقطة اللي أريد أن أصل فيها يعني ما هي دي النقطة اللي أنت بتروح فيها ويتطلع لك طرف أو عايز يسبتها عاوز يسبتها ويطلع لك طرف وقول لك لا أو عاوزين أن أجيله أصل طلبه من غير صورة رسمية وكانت عاملية ودي إلا يا سيخال للأهل يلعب دا لسه موسم طويل الدوري لسه موسم تقاط الأنفاس مش مشكلة بقى مسألة المنتخب مش المنتخب اللي بيدير والمنتخب هم عارفين مصطحاتهم فين وشايفينه بتابع لكن أنت لما تيجي لماتش المريخ ماتش المريخ فيه جرس إنذار يا كابتن جرس إنذار واضح بصورة لجمهور الأهلي جمهور الأهلي بيعرف ينقذ إزاي فرقته طبع حتى لما يبقى هو نقده بيصل إلى مرحلة ممكن ما تبقىش في المدرجات لكن في الصناعيات والأعادات ناس تتكلم شوف فلان وان لا لكن فيه أكتر من اللايفرة لديه بأمانة شديدة بقول لهم محتاجة مراجعة وقفة مع النفس حتى في ظل حالة الإجهاد لا لا في البعض تعالي شوية في البعض مؤثر في حق نفسه في بعض بيخدر فرصة والتانية والتالتة وبرضو مش راضي مش عارف في إيه يعني مش دي الروح وبعدين تجيب جولين ممكن تركب الماتش 3 و 4 و 5 يجي في الجولين يعني برضو دي جديدة على فكرة بس دي يا كابتل إسلام بأمانة شديدة اتكررت يعني لو رجعنا عمانة قراءة كده بسيطة هنشوفها في ماتشات كتير كنت انت رايح يما بتجيب هدف وتفاجأ بإيه بهدف تعادل وتأذب وده اللي حصل الموسم اللي فات خلي بالك وضع بسبب إيه نقاطك سيرك النتيجة انك انت إيه فقط انت في ماتش في أفريقيا خلاص يا جماعة انت البطل مرتين مش هيستنوا عليك خلاص لابد من إيقاف لحظة التواهج اللي انت عايش فيه وحلمك انك انت تروح للتال ده بيحتاج إلى اختلاف دوافع بيحتاج إلى دوافع قوية جدا بيحتاج إلى جهد كبير جدا وبقول حاجة النادي الأهلي من المزات الفترة اللي فاتت السيستم بتاعه لو رجعنا بالمدربين وعملناهم كده من الألمان وفترة اللي هي يعني ساعتين ثلاثة وبعد كده فترة منول سنة وبعد كده رجع منول كان فيه حاجة يعني فيه شغل ايه اللي هو الحضانة اللي كان فيها الفريق الفريق كان بيقضي أكبر وقت في النادي في المرعب أكثر كلام في الكورة لكن انت الجيل الحالي مع كامل احترامي نسبة التركيز ما زي نسبة قبل كده ها كاملة الإسلام فأنا بقول لهم انتوا يعني عندكم كل الميزات كل النادي حاطت كل قدراته وتجهيزاته ودعمه تحت اللي انتوا عايزينه بوفر لكم اللي ما توفرش لقبل كده ما بتسافرش أفريقيا رحلات عايز بتاخد طائرة خاصة وبتروح واتيجو اه في ارهاق مع كاملة في ارهاقها لكن برضو مش الارهاق المبالغ فيه بقول لي يا جماعة بطولة أفريقيا هالسنة دي ومسابقة الدولة مش هتكون نزهة وتوقعوا كثير من المفاجآت محتاجة بأمانة شديدة اكتر من اللاعب في الفرق محتاجين يقفوا ايضا الادارة الفنية محتاجة دعم محتاجة قوة محتاج لأ المسألة ما تستحملش انك انت تكون على ملعبك واثنين سفر وتفاجأ باثنين اثنين وكان ممكن المتش دي كورة ممكن المتش تدع منك في لحظة نعم لا يعني بقول جمهور الاهلي سيظل داعم سيظل مساند سيظل خلف الفريق على اللعيبة انه هم يعيدوا حسابتهم لانه المرحلة المقبلة لا تتحمل ولا يعني محدش هتنتظر منه يدعمك بالصورة اذا حدث اي امر في الامور نزيف نقاط لانه خلاص انت دخلت بقى ايه كل اللي حواليك زي ما تكلم كابتن سيد وقال لك ايه كله بقى عنده دوافع دولات مختلفة كله بيدعوا بيشتروا بيعملوا طبعا فاعتقد انه لا يعني المريخ مباراة المريخ وبرمز بكرا ان شاء الله ونواجهة الصعبة مع سان داونز اعتقد هتوبت تلات يعني ايه حسابات هتوبت لازل تكون حسابات مختلفة كابتن سيد